أنا أول ما طلبت مني المشاركة في برنامج النجوم وكنت متردد لبعد المسافة طبعا أنا في الزل فيه وصعب أني أجيك اليوم لكن لما عرضت لي أسماء النجوم طبعا الأسماء ما جتني عطول على الدفعة يعني أحمد وكذا جاني أسماء بعدين يحذفون بعدين يدخلوني قروب بعدين يطلعوني فبالأخير صحينا على ذا القروب يعني فيه ناس عرفوا من زمان مثل أحمد سويرة عرفوا ومعي في قروب من زمان محمد لا ما كنت عارفه يعني وحسن نتقيني شوي وشفته جايبينا بساهم كنت شو يجبوني المجتب ساهم يا أخي ذولا ما بحق المجتب شو جايبينا حق فضة وحق بداية ومدوش لك شوي جاي قنوات طاحت لكن صر حفو ضباحني بدأ الكلمة صر حفو وبعدين عبدوهاب سويري سويرة سررصي فحقيقة شرفت فيه جدا يا حبي لك والله وبعدين هو كان طعم علشان يجينا يا بعد حبيض الحبيب игра حبيب عبد الله يا الشرر فكان لقى معكم جميل وتعلمت منكم حقيقة تعلمت من محمد الفهيد تعلمت من القائد المتعاون حقيقة يعني إذا شاف كنت يعني شاي غريب محمد إذا شاهدك منت بالجو أو مالك مشاركة كذا عطيك مشاركة سريعة مسابقة عندك لأنك ما حضرتها أنت ولا جهاز مثل أعطيكم مثال ذلك اليوم عبدوهاب سوى مسابقة هم يدير عنها قدمها هم يعرفها فرجل هذا مبدع حقيقة ومكسب للمجد أنهم وقعوا مع حق طبعا لك جزء منكم والله استحى أما المبدع الثاني أبو دروب أحمد سويري حقيقة تعلمت منه كثير تعلمت منه رجل حقيقة أنه يخي رجل جاد في الإعلام جدا يعني الصب عنده دوام العصر عنده برنامج في قناة بعد العشاء يجي يخي منضبط إذا شفت الإعلامي منضبط اعرف أن هذا حرف إعلامي مدرسة أيو الله أما الجميل لا أبو سنة تكفى عبد الوهاب و عبد الله فتعلمت منه البسمة الحلوة هذه يا حبيلك حقيقة ما عمري شفته هم يقولون أنه يطلع من برامج الواقع يصير يعني شيء في النفس شوي و لا يجعل الهواء على طول يتأخر لك الرجل هذا حقيقة يا حبيل و إذا كان قلت له قلت أنت إعلامي قبل تدخل الإعلام يعني عنده حس إعلامي و محب يعني نعمة عظيمة أنك جيت معنا يا حبيلك أما النجم الكبير غيفنا عبد الله غافل في حقيقة طرف كبير أنا أتابعك من أيام المنتخب و معجب حقيقة بصوتك الجميل يا حبيبي يا حبيبي حبيب والله و سنة قرأت و حمرك كم رادي يا مصرزة بشكلة هنا معنا سبع دقائق أعطيكم عيالك لأنه فيها أربع دقائق أحب أقول لكم أول شيء شكر لله سبحانه وتعالى ثم الشكر موصول لشبكة المجد الله يضيهم العافية على اختيارهم ذكرتها بداية الحلقة وبداية البرنامج وبداية البرنامج أنه أحمد أول مرة يكون على شبكة المجد يعني تاريخ اللهم ملك الحمد 16 سنة في الإعلام لكن ما جاءت الفرصة ما جاءت الفرصة أني أكون صديق لجمهور المجد إلا في هذه اللحظة فشكروا لهم على حسن ظنهم و ثقتهم فيه شكر المجد على جيد اللهم ملك الحمد و شكرا لأصدقائي زملائي أحبابي شكرا للشباب الموجودين حياة جميلة جدا في شبكة المجد يعني أنت تدخل من يوم تدخل من عند الباب ما كنك في دوام الصديق الجميل الرائع اللي أنا أشوف عنده ما شاء الله تبارك الله طاقة البرامج الواقع اللي تحتاج هدك فضيع متعب جدا محمد هو مكان هذا ما شاء الله تبارك الله يعني تأسس و شخص يعني أنا ما دنيه تعرف أنه قاعد تفوق علي لكن ما شاء الله وصل أبو سند الجميل اللي جمعتنا أيام من قناة روائع يعني من 16-17 سنة الآن ألتقي معاه في برنامج و قاعد نضحح استفتت منه كثير جدا 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 عبدالوهاب الخريج من برامج الواقع هذا اللي يعطيك هذا اللي يعطيك الباور الله فرص بعض المرات النوتونح يعني تطبطنا و قفنا مدريش يوم تشوف الوهج هذا أكيد بلا شك يعطينا يعني قوة و منافسة بعد في نفس الوقت فالله يعطيه ألف عافية عبدالله الجميل اللي جمعني فيه قناة بداية الغافل 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 أي نعم اللي جمعني فيه في برنامج جميل جدا من 2010 تقريبا و ألتقي معاه في هذا البرنامج شكرا الله شكرا لجميع المشاهدين و الجمهور اللي وثقوا فيني و أني طلعت بالصور الجميل شكرا الله الله يبقى مع دهافتك فريقية لأن الله يبقى أعطيهمهم أعطيهمهم دائنوا يبقون لنا إلى 11 أنا أولا شكرا الله عز وجل أنه وفقا أني أقدمه برنامج على خير و خير و بكحم شكرا لثقة قناة المجد أنهم حتى أذكرت فوضوا ومعي من قبل ما ينتهي سامتها السبيع فهذه ثقة أنا أعتزبه شكرا لكم أنتم قالوا ما تسبت من الشباب قلت يا أخي هم كأنك قاعدت مع مدرسة يعني تعلمت هذا البرنامج خاص هذا درس تطبيقي صراحة الله مع هالة سادة و أبو سند ما شاء الله و أعطي المدرسة يفرش لك يعطيك رأس قلم و يجعلك تأخذ راحة كتفلة من المسرح ثم إذا بلشت يجلدك لا إذا بلشت ينقذك أبو فهيد بالإعداد والتقديم و ينقذك بالفقرات السويري بالتحفيز و ما شاء الله تبارك الرحمن جميع الكوكبة التي أنا معهم جدا استمتعت جدا تعلمت شكرا لكم أنتم يا عائلتنا جمهور المجد على هذه الثقة و هذه المتابعة و هذه الدعم طيلة الأربع شهور نلتقي على خير بإذن الله طيب أعطيك أعافية أعطيك جميعا أبو غافل جيتك هذه أكبر كلمة بالنسبة لنا أنا لا يحتاج شكرا لكم شكرا لكم كل واحد منكم يا جماعة طلعوننا بأفضل صورة كنترول شكرا لشبكة المجد لجماعتنا بالنجوم شكرا للجمهور اللي لو لا الله ثم دعمهم وقفتهم و مشاركتهم و تحفيزهم ما طلعنا كل أحد باللي قاعدين ينسويه وبالتعب وبالمسابقات وبالتحديات لكن وقفتكم هي اللي خلطتنا إلى آخر يوم جايسين نقدم محتوى حلو طيب شفته كل واحد قدم الكلام اللي بيقوله لكن الجمهور وعندهم كل ما لكم